أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي استعادة روح التضامن والعمل العربي المشترك وأنها ضرورة وجودية للعالم العربي وخلال كلمته أمام المؤتمر الثاني والثلاثين الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة أضف رئيس مجلس النواب أن التحديات النوعية التي تواجه العالم العربي تفرض صياغة مقاربة للعربية لمواجهتها موضحا أنه مع عدم التوصل لحال عادل ودائم للقضية الفلسطينية فإن هذا يعوق تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة وأضف رئيس مجلس النواب أن تفشي الإرهاب يعد ثغرة رئيسية في جدار الأمن القومي العربي وتوحيد الجهود العربية لمجابهته أمرا حتميا تفرضه ضرورات إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة العربية